السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبيبي ابطال الصف الرابع معاكم اسغادة و مكملين مع يونة 2 و النهاردة معادنا مع الليسون 2 في الليسون اللي فاتي حلوين كنا بنتكلم عن الحيوانات في مصر Animals in Egypt واتكلمنا عن حيوانات كتيرة جدا زي الكامل وزي الفانيك فوكس وزي السنيك والكروكوديل وحاجات كتيرة جدا النهاردة دلوقتي معادنا مع Amazing Desert Animals هنتكلم عن حيوانات الصحراء حيوانات الصحراء المزهلة يعني ايه مزهلة يعني Amazing Amazing Desert Animals يعني حيوانات الصحراء مزهلة الحيوانات دي بنقابلها فين؟ بنقابلها زي ما قلنا In the desert يعني في الصحراء اول حاجة هناخد الكلمات الاساسية واول كلمة معانا الكلمة اللي احنا لسه قيلنها دلوقتي اللي هي كلمة Amazing Amazing يعني رائع او مزهل او مدهش Amazing يعني رائع او مزهل او مدهش طب حاجة جميلة جميل يعني ايه؟ جميل يعني Beautiful يبقى كده عندي حاجتين عندي Amazing يعني مدهش او رائع وعندي Beautiful يعني جميل بعد كده عندي كلمة مثالي يعني ايه مثالي؟ يعني حاجة مناسبة جدا اسمها Perfect 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 يعني مثالي يبقى كده عندي Three adjectives طلعت صفات Amazing مدهش او رائع Beautiful يعني جميل Perfect يعني مثالي عندي كمان صفة تانية اللي هي Large نقول مع بعض Large 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 يعني كبير الحجم او واسع اسمها ايه؟ اسمها Large اقول Large room يعني اوضة او حجرة مالها واسعة تمام؟ Flat feet Flat feet Flat يعني مسطح وfeet يعني اقدام مفردها ايه؟ خدناها قبل كده مفردها Fought Fought feet Flat feet يعني اقدام مسطح تمام؟ Sand Sand اللي هي الرمال الرملة اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في El Bravo في الديزرط في الصحراء بعد كده عندي كلمة Noisy Noisy يعني مزعج يعني حاجة صوتها عالي مزعجة بالنسبة لي اسمها ايه؟ اسمها Noisy Noisy يعني مزعج او صاخر Fur اللي هو الفارو اسمه ايه؟ اسمه Fur Fur يعني فارو تمام؟ Desert اللي هي ايه؟ Desert اللي هي الصحراء نقوله مرة تانية Amazing يعني مزهل او مدهش او رائع Beautiful يعني جميل Perfect يعني مثالي Large يعني كبير الحجم او واسع Flat feet اقدام مسطحة اسمها ايه؟ Flat feet اوكاي؟ Sand رمال Noisy يعني مزعج او صاخب Fur اللي هو الفارو الفارو اللي هو الشعر الناعم ده اللي بيبقى موجودة على مسلاً الجمل او على اللي هو الشيب الخرفان وهكذا Desert اللي هي الصحراء طب تعالوا تشوف الكلمات الاكسترا اول كلمة معنا هي كلمة Surprising Surprising يعني مفاجئ او مدهش حاجة كده مدهشة بالنسبة لي او مفاجئة بالنسبة لي طب لو انا متفاجئ انا نفسي متفاجئ اقول ايه؟ Surprised Surprised يبقى ال-ing بستخدمها علشان اوصف الشيء يعني الشيء نفسه مفاجئ بالنسبة لي او مدهش طب لو انا متفاجئ كده انا بوصف شعوري فبختار صفة فيها Ed Surprised Surprised اوكاي؟ بعد كده عندي Special 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 يعني خاص او مميز اسمها ايه؟ Special Special يعني خاص او مميز Without يعني بدون Without يعني بدون اقول ايه؟ Camels Can live الجمال بتقدر تعيش Without water بدون مية For a long time لفترة طويلة يبقى without يعني بدون حشائش اسمها ايه؟ اسمها Grass 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 طب المية العزبة اللي هي المية اللي بنشربها اسمها ايه؟ Fresh water Fresh water Fresh طبعا معناها طازج بس بستخدمها معها مثلا الفروت مع الفيجيتابلز مع الجوز العصير ولكن لما اقول Fresh water معناها مية عزبة يعني مية صلاحة للشرب Strong يعني قوي Strong Strong يعني ايه؟ قوي اوكي؟ ده بالنسبة للكلمات الاكستر يبقى Surprising مدهش او مفاجئ انا متفاجئ Surprised بال-ED Special خاص او مميز Without بدون قلنا Without Water بدون مية Grass حشائش Fresh water مية عزبة Strong يعني قوي بعد كده عندي تصريفات الافعال المنتظمة وغير المنتظمة المنتظمة اللي بنضفلها زي ما قلنا D او E-D او I-E-D علشان اخليها ماضي تمام؟ Irregular غير المنتظم ده ما بيصنعش الكلام طبعا بيجي بشكل معين وانا لازم احفظ الشكل بتاعهم اول حاجة Carry Carry يعني ايه؟ Carry يعني يحمل اسمها ايه؟ اسمها Carry Carry يحمل طيب هي carry دي منتهية بايه؟ منتهية ب-Y وقلنا لما يكون الverb منتهي ب-Y هروح اشوف ال-Y قبلها ايه؟ لو كان حرف ساكن بشيل ال-Y وهضيف I-E-D زي اللي بيحصل دلوقتي Carry قبلها قبل ال-Y في R فال-R دي طبعا consonant ساكن فهعمل ايه؟ هشيل كده ال-Y خالص وهضيف ايه؟ I-E-D Carry هتبقى carried Carry carried Cross يعني يعبر الماضي ايه؟ الماضي cross دي بنضفلها ال-E-D عادي جدا الماضي بقى غير المنتظم عندي sink sink يعني يغرق او يغوص يعني الماضي sank drank الماضي ايه بقى؟ الماضي drank يبقى sink sank drank drank سهلين جدا بعد كده عندي التعبيرات المهمة وحروف الجر اللي بتبقى ملازمة للتعبيرات دي ولازم اخلي بالي منها اول حاجة قال لي perfect for perfect for احنا اخذنا كلمة perfect يعني مثالي لكن هنا perfect for يعني ملائم لي او مناسب لي perfect for هاوضحها لكم اكتر اسمها ايه؟ اسمها perfect for perfect for يعني ايه؟ مناسب او ملائم لي for a long time for a long time يعني لمدة طويلة angry يعني غاضب i am angry يعني انا غضبانة او انا متعصبة طب لو عايز اقول يغضب بقى الفعل نفسه get angry get angry اسمها ايه؟ get angry يبقى get angry يعني يغضب كن حذر لو عايز اقول لحد خد بالك be careful وعمل له بقى علامة التعجب دي be careful be careful يعني كن حذر خلي بالك stop حاجة from حاجة يعني ايه؟ يمنع شخص او يمنع حاجة من اقول مثلا ايه؟ مثلا i close my eyes انا بقى في العنية to stop stand علشان اوقف ثواني هنا علشان اوقف الرملة stand from ايه بقى from going او from coming من انها تيجي على او in my eyes تمام؟ يبقى stop حاجة from بمنع الحاجة دي من انها تدخل ايه؟ تدخل عناية زي هنا مثلا ما جايب لي في الفقرة دي بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انه large large flat feet يعني الاقدام المسطحة بتاعة الجمال they do not sink in sand يعني ما بتخليهمش ايه؟ يغرقوا في الرملة يبقى قدرقوا لي ايه؟ the large flat feet الاقدام المسطحة stop camels بتمنع الكاملز من ايه بقى؟ from from sinking من الغرق يعني in sand من انهم يغوصوا في الرمال يعني مش يغرقوا كأنهم في مية لا يعني يغوصوا لتحت يعني ينزلوا لتحت بعدين عندي look after look after يعني يعتني بي اقول I look after my little sister يعني انا بعتني باختة صغيرة تمام؟ يبقى كده perfect for مثالي او ملائم لي for a long time يعني لمدة طويلة get angry يعني يغضب be careful يعني كن حذر او خلي بالك stop حاجة او شيء from تمام؟ look after يعني يعتني بي ده بالنسبة المين للتعبيرات المهمة انا دلوقتي عندي نص قراءة واستماع فنص القراءة والاستماع ده هيطلع لي المين النقاط الاساسية او الحاجات المهمة في نص القراءة والاستماع يعني هيجيب لي كلمات الكلمات دي هيعمل لي عليها جمل الجمل دي هتبقى مهمة وهي اللي مكونة موضوع listening والريدن اول حاجة عندي amazing يعني رائع او مدهش وstrong يعني قوي هنا بيقول لي ايه camels camels اللي احنا طبعا قلنا camel يعني الجمل camels are amazing camels بيوتفل and strong يعني هما حيوانات قوية وحيوانات جميلة ورائعة طبع عندي بعد كده carry carry يعني ايه carry carry يعني يحمل و desert يعني صحراء they على مين على camels they carry things هما بيحملوا الاشياء and people والناس to cross لكي يعبروا يبقى to cross يعني لكي يعبر the desert الصحراء بعد كده عندي كلمة milk اللي هو لبن و delicious يعني لذيذ طبعا احنا عارفين انه camels مالها camels بتنتج البان تمام وفي ناس كتيرة جدا خاصة في المجتمعات العربية وفي الخليج بيحبوا اللبن بتاع camels الجمال فهنا بيقول لي ايه camels milk camels milk لبن الجمل ماله is delicious طعمه لذيذ بعد كده عندي كلمة fur اللي هو الفرو طبعا طالما فرو يبقى فيه cloth cloth اللي هي الملابس cloth اللي هي الملابس we can use camels fur to make cloth يبقى احنا بنستعمل الفرو بتاع الجمل علشان نعمل cloth اللي هي الملابس تمام flat feet القدم المسطحة احنا لو حد شاف جمال قبل كده هيلاقي انه رجلها مالها رجلها مسطحة تمام هنا بيقول لي camels have ليه قلنا have علشان camels جمع لو كان camel واحد جمل واحد كنا هنقول has انما هنا جمع فبنقول have لديها ايه بقى large flat feet اقدام مسطحة large كبيرة so they don't sink in sand ولذلك هم طبعا ايه ما بيغوصوش في الرملة تمام بعد كده without 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 يعني بدون with long يعني طويل فبيقول لي they can live يعني يقدروا يعيشوا بي ولا بدون لا without بدون water for a long time ولو تعرفوا ان احنا بنسمي الجمل the shop of the desert يعني سفينة الصحراء اخر حاجة noisy يعني ايه noisy noisy يعني مزعج او صاخب angry يعني غضبان طب ولو عايزة اقول لي اغضب get angry هنا بيقول لي camels are very noisy يعني الجمال مزعجة جدا very noisy and can get angry وممكن تغضب ولو غضب طبعا يعني بتتصرف تصرفات ايه تصرفات صعبة تمام ده بالنسبة لمن ده بالنسبة ل camels طب هل انا عندي camels بس لا عندي كمان حاجة تانية اللي هي horses horses يعني الاحصنة عندي طبعا اللي بيبقى ينزل الاحصنة انه لها عينين والعينين دي بتبقى جميلة ودل طويل الدل الطويل ده طبعا ايه بيبقى شكله برضو حل تمام وكمان هم يقدروا يعيشوا في الصحراء زي برضو camels فاول حاجة عندي large وعندي eyes large يعني ضخم زي ما قلنا او كبير و eyes يعني عينين تمام انا عندي كلمة horse يعني الحصان اجمعها ازاي اضيف لها s فتبقى horses فهنا بيقول horses have الhorses عندها ايه بقى large beautiful eyes في camels كنا بنقول ايه large flat feet انما في horses بنقول ايه large beautiful eyes تمام عندي eat يعني يأكل وdrink يعني ايه يشرب طب هما بيأكلوا ايه وبيشربوا ايه اللي they eat grass هما بيأكلوا العشب and drink fresh water وبيشربوا المية العزبة تمام live with desert live يعني يعيش with desert اللي هي الصحرة they can live يقدروا يعيشوا in the desert يقدروا يعيشوا في الصحرة طبعا على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وزمان قوي كانت الكمل وال الهورسز الاحصنة موجودة كتير جدا في الفترة دي تمام عندي people اللي هما الناس يعني يعتني بي ما لهم بقى الكمل الهورسز اللي they need هما بيحتاجوا people بيحتاجوا الناس to look after them يعني بيحتاجوا ناس تهتم بيهم وتعتني بيهم وتقدم لهم الأكل والشرب اللي هما بيأكلوا ويشربوه وتوفر لهم كمان stop يعني يناموا فيه وهكذا ده ده بالنسبة المين بالنسبة للهورسز تمام تعالوا ناخد الفقرة من أولها listening والreading عن الcamels وعن الهورسز باستفادة أكتر فركزوا معايا ولازم عينيك وإيديك وتكون على كل كلمة احنا بنقراها علشان نبقى عارفين معناها ونعرف ننتقى صح تمام هنا بيقول look read and identify انظر وي اقرأ و identify يعني تعرف what is what يعني ايه what what يعني ما أو ماذا what is surprising about camels انت شغلت تقول camels 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 صب ايه المدهش او ايه الرائع عن الcamels الحاجة اللي انا معرفهاش عن الجمال مانا الجمال بشوفها كل يوم ايه المميز في الجمال تعالوا نشوف مع بعض هنا بيقول هم يكونوا beautiful يعني حلوين strong قوي animals حيوانات جميلة وقوية جدا they help us بيساعدونا to carry اننا نحمل نشيل يعني thanks الحاجات طبعا الموضوع ده كان اكتر قوي ايام زمان تمام and people to cross علشان يعبروا the desert علشان يعبروا الصحراء حاليا الكلام ده موجود في البدو their milk اللبن بتاعهم مالو is delicious اللبن بتاعهم لذيذ طب ايه كمان we can use احنا نقدر نستخدم use يعني استخدم their fur الفرو بتاعهم to make clothes علشان نعمل clothes اللي هي ايه اللي هي الملابس camels are perfect يعني ايه perfect for perfect for بتقرح كتير الجملة دي perfect for يعني مثالي او مناسب جدا لإيه للصحراء للدزيرت why بقى here is why هنا لماذا هنا الاسباب اللي بتخلي camels perfect for the desert ملأمين جدا للصحراء اول حاجة لو احنا بصنا هنا هنلاقي ايه هنلاقي شكل large flat feet الاقدام المسطحة اللي لست قيلين عليها camels have large flat feet so they don't sink in sand اقدام هم مش صغيرة طبعا لو كانت صغيرة كانت هتغوص في الصحراء او هتغرق في الرمل تمام وهم ماشيين انما camels have large flat feet عندهم اقدام مسطحة so ولذلك they don't sink in sand ما بيغصوش في الرمل تمام حاجة تانية camels can live without water for a long time يعني متقدرش تعيش بتقدر تعيش بدون مية لفترات طويلة طبعا عكس حيوانات كتيرة جدا تمام يبقى camels can live without يعني ايه بدون مية لفترة طويلة تمام ايه كمان camels have الجمال عندها او تملك special ways يعني special ways يعني طرق خاصة to close علشان يقفلوا their noses علشان يقفلوا منخرهم and eyes وعينيهم طب هما بيقفلوا منخرهم وعينيهم ليه بقى طبعا احنا عافين ان الصحرة فيها رمال واحيانا بتبقى فيه رياح شديدة بتخلي الجو كله مليان غبار بالرمال فالمفروض ايه مفروض هما يبقى يغموا عنيهم ويغموا their noses بيغموا انفهم علشان الرملة ما تدخلش ايه ما تدخلش جوه عنيهم او جوه منخرهم يبقى هنا camels عندها طرق خاصة to close their noses علشان يقفلوا منخرهم وي eyes وعينيهم to stop the sand علشان يوقفوا الرملة from coming من انها تدخل ايه من انها تدخل لمنخرهم او لعينيهم وتأذيهم اخر حاجة بقى be careful but be careful ولكن بقى اخد بالك كل الكلام اللي فات ده كلام حلو عن الكامل بس مش معنى كده انه الكامل تستهون بيها وتأذيها عادي مثلا يعني ليه يبقى لانه الكامل are very noisy and they can get angry يبقى be careful خلي بالك لانه الجمال مزعجة جدا ولما بيغضبوا بيبقى رد فعلهم عنيف شوية فطبعا لازم نخلي بالنا تمام نروح بعد كده احنا طبعا اتكلمنا عن الهورسز الهورسز اللي هي ايه الاحصنة تعالوا نشوف بقى ايه بقى الاختلافات the differences between horses and camels كده هنقارن ما بين الهورس الحصان وما بين الكامل هما الاتنين طبعا animals هما الاتنين حيوانات لكن محتاجين نقارن ما بينهم في كامل صفة كده زي ايه زي الطول وزي الوزن وزي السرعة وزي العمر يعني كل واحد فيهم بيعيش قد ايه تمام بعد كده هنتكلم عن الاحصنة بشكل اكبر زي ما تكلمنا عن الهورس تمام تعالوا هنا نجاوب على الاسئلة دي اللي من خلالها هنعرف ازاي نقارن ما بين الكمل والهورس انا هنا طبعا عندي صورة ايه عندي صورة اه كامل وعندي صورة هورس دي صورة ايه دي صورة الهورس تمام الحصان ودي صورة الكامل اللي هو الجمل كم طوله بقى؟ قال لي طول الحصون يعني واحد واربعة من عشرة بنقول عليها إيه؟ يعني من واحد واربعة لواحد وثمانية ميتر تمام؟ يعني من واحد وثمانية من عشرة متر لحد اتنين متر تمام؟ ده بالنسبة للطول فمين كده أطول؟ أطول طبعاً الكامل هنا يعني وزنها قد إيه؟ تمام؟ هنا بيقول لي الكامل الهورسز بيتراوح وزنها من ثري هندرد ايتي تو فايف هندرد ففتي كيلو جرامز يعني وزنها من تلتمائة وتمانين لخمسمائة وخمسين كيلو جرام طبعاً يعني كل حصان والوزن بتاعه تمام؟ طيب الكاملز بقى من فور هندرد من ربعمية تو سكس هندرد ففتي لحد ستمائة وخمسين كيلو جرام طبعاً هي أتألف الوزن يعني وزنهم متقارب وفيه طبعاً اللي بيبقى واصل لستمائة وخمسين طيب السرعة بقى مين اللي هينتصر أو هيغلب من غير طبعاً ما نكون مثلاً بصين على التايبل ده من غير ما نكون بصين على الجدول طبعاً عارفين إن الهورسز سريعة جداً تمام؟ كم السرعة؟ قال لي 88 كيلومترز بير اور يعني إيه؟ يعني 88 كيلومتر في الساعة تمام؟ بالنسبة للهورسز طب بالنسبة للكاملز 65 كيلومترز بير اور يعني حوالي 65 كيلومتر في الساعة بتعيش قد إيه بقى؟ الفرق هنا كبير قال لي إنه يعني من 25 سنة لـ 30 سنة إنما بالنسبة للكاملز فالكاملز بتعيش 40 سنة بتعيش 40 سنة بحالة تمام؟ بعد كده طبعاً بعد معرفنا الاختلافات ما بينهم تعالوا نشوف بقى معلومات أكتر عن الهورسز أول حاجة بيقول لي عندها عيون جميلة ووسعة تمام؟ حاجة تانية طبعاً المعلومات دي مهمة جداً لإننا ممكن نستخدمها كبارغرافز تمام؟ بتاكل الغراس اللي هو إيه؟ العشب وبتشرب المية العزبة إيه كمان؟ الهورسز الأحسنة دي بتقدر تعيش في الصحراء ولكن هما بيحتاجوا يعني ولكن هما الأكتر بيحتاجوا ناس تهتم بيهم وترعوهم وتعتني بيهم ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للهورسز طب تعالوا نجاوب على السؤالين دول الخاصين بالهورسز هنا بيقول لي هورسز هاف لارج بيوتفول عندها لارج بيوتفول إيه؟ طبعاً هنا كان مجاوب عليها لارج بيوتفول آيز تمام؟ إنما بالنسبة للكاملز دهي هاف لارج فلات فيت بعد كده هورسز درينك الهورسز بتشرب وبياكلوا إيه بقى؟ ميت؟ لحمة؟ ولا بيبر؟ ورق؟ ولا جراس؟ عشب؟ ولا ساند؟ رمال؟ طبعاً بيأكلوا برافو عليكم بيأكلوا جراس العشب تمام؟ هنا طبعاً جايب لي الإختارات دي كاي جي اختار لكيلو جرام وكاي بي اتش اللي استقلنها كيلومتر يعني كيلومتر في الساعة تمام؟ نروح بعد كده للجزء الخاص باللغة اللغة ولازم نركز يا حلوين في الجزئية دي لأنها بتتكلم عن صفات المقارنة تمام؟ أول حاجة أنا عندي الادجكتف أو الصفة العادية الصفة العادية اللي احنا كلنا عارفينها إنها بتصف الاسم تمام؟ الصفة بتصف الاسم اختصرها إيه بقى؟ اي دي جاي اختصرها اي دي جاي ما لها الصفة دي اللي بتصف الاسم وبتيجي قبل الاسم وبعد verb to be أهو الصفة بتأتي قبل الاسم يعني أقول إيه؟ أقول he is a tall boy يعني هو ولد طويل تمام؟ she is a short girl يعني هي بنت قصيرة تمام؟ هنا إيه اللي حصل؟ قال لي إنه الصفة الادجكتف جت قبل الاسم اللي هو إيه؟ اللي هو مثلا girl أو boy أو man زي ما هو جايبها لي في المثال ده ولكن لو نلاحظ إنه هنا عندي verb to be فعلي يكون فالصفة جاية بعد فعلي يكون تمام كده؟ يبقى لو عايز أقول رجل طويل هقول tall tall إيه؟ tall man يبقى الصفة جت قبل مين؟ صفة tall جت قبل الاسم الصفة tall جت قبل إيه؟ قبل الاسم إنما لو verb to be لو فعلي يكون هتيجي بعد زي إيه؟ the whale is big the whale is big يعني الحوت ماله الحوت يكون ضخم يبقى is أو are أو am الصفة تيجي بعدهم أقول إيه؟ I am hungry أنا جعاني وهكذا تمام؟ ده بالنسبة ليه الصفة العادية طب أماليحنا النهاردة بنتكلم عن إيه؟ قال لي بنتكلم عن comparative comparative يعني صفات المقارنة صفات المقارنة إن أنا بقارن ما بين حاجة وحاجة في صفة معينة قال لي والله في صفات المقارنة ده أنت عندك نوعين من الصفات عندك short adjective صفة قصيرة بتتكون من مقطع واحد وعندك صفة طويلة بتتكون من أكتر من مقطع طب أنت دلوقتي لما تيجي تقارن ما بين حاجة وحاجة هتعمل إيه في الصفة الطويلة وهتعمل إيه في الصفة القصيرة قال لي عندما قارنة الصفات لما تيجي تقارن ما بين اتنين سواء كان الاتنين دول شخصين أو شيئين يعني حاجتين بنعمل إيه؟ في حاجة اسمها إنه حد بيزيد عن حد في صفة معينة فأنا عندي دلوقتي صفة ذاتة مقطع واحد صفة وصيارة تمام؟ بعمل إيه؟ قال لي بنضيف للصفة بنجيب الصفة في الأول وبنضف لها ER ER هي الصفة وبعدين ER than صفة ER than تمام كده؟ طيب بس تقال لي خد بالك من حاجة معينة إيه بقى الحاجة؟ قال لي معظم الصفات زي ما أنا ليس تأيلك دلوقتي بنضيف لها ER فكلمة fast يعني سريع؟ لو عايزة أقول أسرع منها هتبقى faster faster طبعا نجيب بعدها than تبقى faster than faster than طيب قال لي في صفة؟ بتبقى منتهية بحرف ساكن والحرف الساكن ده في قبله حرف متحرك زي مثلا big big منتهية بالج الجي وقبلها I اللي هو I فهنعمل إيه؟ قال لي ضاعف الحرف الساكن يعني big هتبقى bigger big هتبقى bigger يبقى هعمل WG وبعدين هضيف ER تمام؟ بعد كده في صفات بتبقى منتهية بإيه؟ بتبقى منتهية بE تمام؟ منتهية بإيه؟ بإيه؟ بعمل إيه؟ قال لي بنضيف الR بس لإني فيها l-E أصلا تمام؟ زي إيه مثلا زي nice هتبقى nicer nice هتبقى nicer nice يعني لطيف nicer هتبقى ألطف ألطف من طبعا nicer than أوكي؟ طب الحاجة الأخيرة الصفات اللي منتهية بY تمام؟ ودي طبعا القاعدة دي عارفينها على حاجات كتيرة جدا ال-Y مالها بتبقى موجودة ال-Y وفي قبل ال-Y ساكن فبعمل إيه؟ بشيل ال-Y وبضيف I مكانها وبعدين ال-ER فهي هتبقى هيفير هيفي هيفير أوكي؟ يبقى كده لو جينا نقارن ما بين مثلا هنا ال-Dogs الكلاب وما بين ال-Elephants طبعا مين فيهم ال-أنحف؟ الأنحف أو الأصغر المين؟ ال-Dogs فهقول إيه؟ dogs are thinner thinner ليه thinner؟ عندي thin T-H-I-N فال-N حرف ساكن قبلها متحرك بعمل إيه؟ بعمل double N لأنه الساكن قبله متحرك فبضاعف الساكن thinner يعني أكثر نحافة وبعدين طبعا لازم than من أكثر نحافة من thinner than elephants تمام؟ بعد كده the horse الحصان ماشي الحصان مفرد بياخد إيه؟ بياخد إز ليه؟ لأننا هنا لما قلنا dogs كانت dogs جامعة قلنا are dogs are thinner than elephants تمام؟ طب هنا the horse الحصان is bigger than الحصان ماله is bigger than يكون أكبر من the cat القطة يبقى نخلي بالنا لو إحنا بنقارن ما بين أكتر من حاجة هنقول are حاجة واحدة بقول إز يعني قلنا dogs يبقى قلنا are يبقى horse is تمام كده؟ ده بالنسبة لصفات المقارنة القصيرة short adjectives طب بالنسبة لل long adjectives هعمل إيه؟ قال لي والله سهلة وبسيطة جدا بس عرفني الأول يعني إيه long adjectives؟ قلت له long adjectives دي الصفات الطويلة إحنا قلنا القصيرة متكونة من مقطع واحد تمام؟ يعني فيها صوت متحرك واحد فيها حرفة متحرك واحد من الخمسة اللي قلنا عليهم اللي هما مين؟ A-E-I-O-U تمام؟ طب الصفة الطويلة هنا مكونة من مقطعين زي إيه؟ dangerous 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 مكونة من ثلاثة وهكذا عندي interesting عندي enormous عندي beautiful دول طبعا كلهم مقطعين أو أكتر بعمل إيه؟ قال لي لو أنت عايز تقول إنه الصفة أكبر أو أكثر يعني أكتر هتقول more وبعدين الصفة وبعدين than يعني أنا مش بضيف حاجة للصفة نفسها يعني مش بضيف er زي ما ضفت big بقت bigger within بقت thinner لا بجيب قبل الصفة more وبعدها than يعني أكثر من زي إيه مثلا snake الصعبان snake بياخد إيه بقى؟ بياخد is لأنه مفرد snake is الثعبان يكون more dangerous than a fox أكثر خطراً من الفوكس أكثر خطراً من الفوكس اللي هو الثعلب إيه كمان؟ crocodiles crocodiles اللي هي التمسيح بتاخد is ولا are طبعاً علشان جمع وعرفنا جمع إنه في آخرها is are more dangerous than fish يعني التمسيح أكثر خطراً من fish اللي هو إيه؟ أكثر خطراً من الأسماك تمام كده؟ طيب ده بالنسبة لمن؟ ده بالنسبة لمقارنة الصفات الطويلة نروح بعد كده للسؤال بwh علشان أعرف إزاي أسأل عن الصفة دي تمام؟ زي ما قلستك كنا قيلين how tall how heavy how fast وهكذا اللي سهل وبسيط جداً كل اللي إنت هتعمله إنك إنت هتخطر أي صفة من الصفات اللي إنت عايش تسأل عنها ولكن هتجيبها بعد how يعني مثلاً لو إنت عايش تسأل عن الطول هتقول how tall how tall لو عايش تسأل عن المدة how long لو عايش تقول هو مثلاً بيعيش مدة قدقي لو عايش تسأل عن الوزن how heavy لو عايش تسأل عن السرعة how fast تمام؟ طبعاً بتسأل عن حاجة واحدة هتقول is لو عايش تسأل عن كذا حاجة هتقول are يبقى هنا how tall is the camel كم طول الجمل it is about 1.8 to 2 meters من واحد وتمانية لحد اثنين متر تمام؟ how long does the horse live طب الهورس بيعيش مدة قدقي the horse lives around بيعيش حوالي من كم لكام from 25 to 30 years بيعيش من 25 ل30 سنة how heavy is your bag كم وزن شنطتك it's about 2 كيلو جرام طبعاً الوزن بجاوب عليه بالكيلو جرام how fast is the camel كم تبلغ سرعة الجمل تمام؟ it is يعني انها حوالي 65 kph قولنا kph يعني كيلو متر يعني حوالي 65 كيلو متر في الساعة ده بالنسبة لمن؟ ده بالنسبة للسؤال يبقى السؤال بستخدم how بعدها الصفة اللي انا عايز اسأل عنها الدرس كان سهل و بسيط جداً ولزيز بس محتاج اننا نركز فيه شوية ونحل عليه كتير اتمنى انكم تكون استفدتوا ولو فيه اي سؤال انتم مش عارفينه ممكن تكتبولنا في الكومنتات وهنجاوب عليكم آآ عادي جداً تمام نشوفكم على خير في فيديو دينا السلام